أنا أريد أسألك أستاذ مصطفى رجعني يوم الأخ معالي وزير الداخلية المحترم يعني أمانت الله أنا شايفة وأمانت الله لأريد أحكي حشاية ثانية لا مو هاي تدري الدنيا سلف ودين مثل ما يقولون أريد أقول حشاية ثانية أمانت الله ولله وزير آخر شايفة أيضا بين الناس يخبزوا بين الناس وينظفوا فيه الناس ويقعدوا فيه الفقراء وفيه المهجرين هي السيدة إيفان جابرو وزيرة الفقراء المهجرين عم رفعت العقال لها والله يا عمي هاي بنت البصرة والله يا عمي مات الثمن وزنها ما يثمن بالذهب والأغماج والله يا عمي وقفت وين نازحين والله يا عمي ظلمة إعلاميا والله ظلمة إعلاميا خلي راجع نفسه سني ولا شيعي كردي ولا عربي والله يا عمي اشتغلت على تقدر عليه والله إيفان جابرو اشتغلت بس ما أحد أقف فيها والإيد لوحدة ما نصفق وأسمع رزعاني قلت لي بقضي وأسمع منك سال بيستغل والله ما خطيت أبدا باللي تحدثت معالي وزير الداخلي عبدالأمير الشمري حاضر أكثر من مقابلات للمواطنين ويستقبلهم من الساعة 12 إلى الساعة 7 ورجل يعني يستقبلهم بروح الأبوة وروح الأخوة ويتشبي روز غير ويقعدوا يا هذا وينزلهم هو ينزلهم لأنه يشوف مرات حالتهم الصحية تعبانة أيضا اليوم نبارك له بزواج ابن مصطفى الكافتن الطيار المدني مصطفى عبدالأمير الشمري إن شاء الله بن رفاه والبني أرجع للسيدة سيدة معالي وزيرة الهجرة المهجرة الإبان فائق معك كل ثلاثة تستقبل المواطنين دورونا صورة إليها أمان تلو أي حد صورة كل ثلاثة تستقبل المواطنين بمكتبها مو مكتبها لا تنزل جوة لأن مكتبها فوق تنزل جوة أنا حاضر ممكن مرتين تلافة إلى مقابلاتها وتقعد تقابل آخر مواطن وتستقبل الناس وتفتر على الناس وتحضر مناسباتهم وتشوف النازحين ربما أنه اليوم كان أحد الإخوان اتصل مباشر أو ناشدها ناشدها وأول ما ناشدها أنتصلت بيها رأسا جاوبتني وحشته إياي وحشته إيا المواطن وظلت يحشي إياه وقالت له هسا انتظرك تعال وورا دقائق ذزولي صورة أنه قاعد المواطن يم المعالي فهذا الشي يدل على أنه المسؤول يتواصل أذن مزراء يتواصلون شخصيا مع الوزير الصحة يعني هاي الفترة ما شاء الله عليه شخصيا يتواصل مع الدكتور صالح عسناوي الله يحفظه ورفقه وأيضا أيضا 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 يعالج مو بس يتصل يعالج يعالج المواضيع والمواطنين اليوم والبارحة وأيضا بأي شكوة تجي يجز فرقة تفتيشية وبعض المسؤولين همينه نقول نتمنى أنه غارون من المسؤولين يشتغلون احنا ما عنده شيء ما هذا صوت المواطن والكوم صح